استقبل معبر رفح البري اليوم 42 شاحنة مساعدة إنسانية تحمل مواد إغاثية وغذائية وعشر شاحنات تحمل مشتقات بيترولية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم في سياق المتصل حذرت عدد من المنظمات الأممية من استمرار مسلسل التدويع للمدنيين وانتشار الأوبئة ومرد شلل الأطفال مع تفاقم عدد الأطفال غير المصحوبين وإصابة الكثير بحالات سوء التغذية في ظل تقليص المساحات الآمنة والمناطق الإنسانية المزيد يطلعنا عليه أزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بعد التحية في هذه المتابعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري نرصد تحليق للمسيارات الإسرائيلية وما يطلق عليها الزنانة في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة ما يصفر عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين وأيضا منذ الصباح هناك سماع لدوي انفجارات متعددة في أماكن متفرقة من جنوب القطاع أما عن المشهد الإنساني داخل قطاع غزة حيث حذرت وأدانت العديد من المنظمات الأممية العالمية وأيضا المؤسسات الدولية حالة السوء وتفاقم الأوضاع داخل قطاع غزة خاصة الأوضاع الإنسانية خاصة بالأطفال وأن هناك نسب كبيرة وكثيرة من الأطفال مصابة بسوء تغذية نتحدث عن أكثر من 15 ألف طفل داخل قطاع غزة وفقا لتقارير أممية ودولية مصابون بسوء تغذية وأيضا إذا تحدثنا عن أكثر من 19 ألف طفل غير مسحوبين وهذا المصطلح الذي ذكرته منظمة المنظمة العالمية للطفولة اليونسيف أن الأطفال غير المسحوبين داخل قطاع غزة والمقدر عددهم بأكثر من 19 ألف طفل طفل هم الأطفال الذين فقدوا زويهم من خلال القصف المستمر أو أيضا تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الإخلاء وأيضا التهجير القصري داخل القطاع للمدنيين من أماكن سكنهم ومن أيضا لقاء ذويهم إلى أماكن أخرى متفرقة فهناك أكثر من 19 ألف طفل غير مسحوبين وأيضا يفقدون ذويهم بشكل كبير أما إذا تحدثنا عن مشهد المساعدات الإنسانية حيث مر من معبر رفح البري على مدار اليوم 42 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا عشر شاحنات محملة بالمشتقات البترولية لكن على مدار الأيام السابقة استمرت حالة التعنت الإسرائيلي بإغلاق المعبر لأكثر من يومين هذا الإغلاق أدى إلى عدم دخول أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية داخل المنافذ والمعابر سواء من الجانب الإسرائيلي أو من خلال الطرق الحدودية والتوجه إلى منفذ كارم أبو سالم وأيضا هذه الحالة من التعنت أمام عدد كبير من الشاحنات المصطفى بطول وامتداد الطرق من مدينة العريش وتحديدا من المناطق اللوجستية بقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح البري هذا هو المشهد حول ما حدث اليوم من خلال المتابعة من أمام معبر رفح البري وعود عليكم شكرا